السلام عليكم ورحبا بكم في قناة لغسة دماغيام اليوم سوف نحضر معكم عجينة المورقة كجي وارا يخافوا ويوجدوا هذه العجينة المورقة حيث يقولوا باللي صعيبة ولكن هي مصعيباش فيها شوي ديال تقنية و سوف نحاول نفسر لكم زيان كيفاش تصيبوها وكيفاش تنشحوها مياه في المياه ان شاء الله يعني هذه العجينة مشهورة بزاف فلا باتيسخي وكن قادرون نديرو بها بزاف ديال الوصفات لكيش، لتوخت، لغالت، لفولوفان، لميلفوي، وزيد وزيد انا صيبت بها هاد القالت ديال الامارة اللي غادي نحط لكم في فيديو اخر ان شاء الله بنسبة للمقادر عندي هنية 350 جرام ديال الدقيق مياه وخمسة وسبعين ميليليتر ديال الماء عندي معلقة صغيرة ديال الملحة وخمسين جرام ديال الزبدة اللي دوبت وخليتها تبرد غادي نبدا غادي نخلط الدقيق مع الملح يعني غادي عادي نخلطهم وصافي وكنزيد عليهم هديك الزبدة دايبة لبردات في هاد عجينة المورقة ما خسناش ندلكوها يعني انا كي كان شوفو كان جمعها عيب العجانة ولكن ما غاديش ندلكها تقدرو تجمعوها بيديكم كان كبول ما شوية بشوية وعين كنشوفو باللي العجينة ديالنا جمعات وتكورات صافي كان حبسو يعني ما خسناش نهائيا ندلكوها وكنحصلو على هاد العجينة اللي هي الصراحة ما زويناش وغادي تقولو باللي راها ما ناجحاش ولكن راها هكو هدي هي لاصبي ديالها هكو كتكون غادي عين جمعوها نكوروها وكنجيب الموس ديالي وكنقسمها على 4 يعني ما غاديش نوصل لموس سل السطح العامل ديالي عاي كندير فيها فليحات وكنسرح لها هواحد شوية هادوك الجنيبات ديالها صافي دبا غادي نغلفها بالسيلوفان وغادي نخليها في تلاجة ما بين ساعة تل ساعتين يعني خسها ترتاح مزيان خليوها عالاقل ساعة في تلاجة فهاد الوقت اللي عندي دبا غادي نوجد الزبدة عندي هنا يا ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة دي ما اختاروا النوعية تكون زوينة جيدة باش طلع لكم العجينة مورقة مزيان غادي ندن نضرب الزبدة ديالي ما بين جوج ورقات ديال الطبخ خسني ندلك هذك الزبدة ونسرحها مزيان باش نحصل على واحد المربع اللي غادي نخشي في العجينة ديالي كيما كتشوفو خسني كنسرحها مزيان وكنجمع لها الجناب ديالها مزيان باش يجيني هذك المربع مقاد من كل جهة وتكون الزبدة مزيان في هذك الوقت اللي فاتت يعني فاتت لياسعة ونسخرجت العجينة ديالي كيما كتشوفو رينا حطيتها في سطح العمل ديالي صافي الزبدة واجدها رديتها لتلاجة تشت شوية راسها ودابا غادي نبدا في الخدمة ديال العجينة غادي نبدا دابا نسرح بالمدلك هذوك الجنيبة ديالي اللي كنت خرجت من العجينة كيما كتشوفو وكنحصل على واحد لكوا ونسرح هذوك الجناب مزيان يجيوا رقاقين وبقوا تديروا الدقيق في سطح العمل ديالكم مزيان باش ما تلصقش لكم العجينة سرحوا هذوك الجنيبات مزيان وانفوا غادي نكون سرحتهم وصرحت تل وسط ديالو شي شوية غادي نجيب هذيك الزبدة ديالي ونحطها من الفوق يعني غادي تجي وسط العجينة دايما ردوا البال الزبدة ما تكونش خرجها من الجناب يعني ما خساش تكون خرجها من العجينة وغادي نبدأ ندور الجهة اليسرية هي اللولة كنحيد هذك الضقيق لي كيبقى من الفوق العجينة وكن ندور الجهة اليمنية تهي من الفوق وديما هودوا العجينة ديالكم على الجناب باش تسدوا على هذيك الزبدة وما تخرش لكم من العجينة كنجيب من بعد الجهة الفوق عن نية تهي كنردها على العجينة وديما حيدوا هذك الضقيق لي تكون زائد باش تجيكم عجينة زوينة جبدوا العجينة مزيان تلجناب باش تجيكم العجينة مقادة من كل جهة غن نسرح شوية العجينة ديالي لتحتان يلي باقى باش تجيني مقادة وتغلف المربع كله كيما كاتشوفو ده بس حصلت على مربع وكان قادم زيان من الجناب باش هذك الزبدة ما غاليش تخرج ليه وتجيني العجينة كلها مقادة وفيها يعني طاية وحدة وده بالي حصلت على مربع زوين ومقادة ليه مزيان من الجناب غن نبدال الخدمة ديال لتغاج يعني ديال الدورات غادي ندورو العجينة ديالنا باش نحصلو على هذوك اللي بلي اللي كيجيو في العجينة باش كتجي مورقة مزيان غادي نخلي العجينة محطوطة لسطح العمل كيما كانت ما نحركهاش ومبدا نسرحها على الطول ديالها يعني كيما كاتشوفو هنا يسرحت على الطول ديالها مزيان وكان جي كان ندير لها واحد ربع دورة كيما كتلاحظو دو معايا دابا كانجيب الجيها اللي صرية كانطويها تل وسط وكانجيب الجيها اللي من يتهي كانطويها من فوق منها دابا درنا واحد الدورة دابا غا نخلي العجينة ديالي هكو محطوطة فوق لسطح العمل ديالي ما نحركهاش ما ننقلبهاش وغادي نسرحها تاني على الطول ديالها تاني كندير لها ربع دورة كانعاود نطوي الجيها اللي صرية وناعاود نطوي الجيها اللي من يهي من فوق منها ونقضي الجناب مزيان باش كاتجي زوينا دابا درت جوج دورات كيما شتورني ورقت بصبعاني جوج مرات يعني باش نبقى مفكرة بلي درت جوج دورات كان نغلف العجينة ديالي في السيروفان ونخليها نص ساعة في التلاجة كانخرجها من بعد نص ساعة من التلاجة وغادي ندير لها تاني جوج دورات زايدين كانسرحها على الطول ديالها وكيما كاتشوفو حطيتها على السطح العمل في الجيها اللي كنت ديجا خدمت بها يعني خاسكم ديما تخليوها محطوطة للجيها اللي كتكونو خدامين فيها غادي تسرحوها تاني على الطول ديالها وحاولو ترقوها شحل ما رققتوها شحل ما غادي تجيزوينها وقدوها مزيان باش تبقى مقدة وكون فيها عبار واحد كان ديالتاني ربع دورة من بعد هادا ربع دورة ديما حيدو هاداك الضاقيق الزايد اللي تيكون غادي تطويو جيها ليصريا ومن بعد تاني تطويو من فوق منها جيها ليمنية احنا درنا دورة زايدة تبعو معايا رايا ما سعيباش موليكين انفو غادي تفهمو التقنية ديالها كتجي سهلة دابة تاني غا نخليها هكا ما نحركهاش ونسرحها على الطول ديالها نحاول نرققها ونسرحها مزيان انفو غادي نكون سرحتها مزيانا غادي ندير لها تاني ربع دورة من بعد تاني راكم غا تكونوا حفظتو هادا بمايا غادي نطويو الجيها ليصريا وغادي نعودو نطويو من فوق منها الجيها ليمنية ديال العجينة ديالنا احنا دابة درنا ربعات الدورات في التوتال يعني غادي نمركي العجينة ديالي ونحطها لها جوج مرات صبعاني بجوج يعني ربعات دقيبات باش نبقى نفكرا باللي راني درت ربعات ديال لتوخ ربعات دورات غادي نخليها مرة اخرى تاني تلاتين دقيقة في التلاجة وغادي نخرجها ونسرحها مرة اخرى تاني على الطول ديالها مزيان تتنحصل على واحد العجينة تكون شوية رقيقة وديما بقى وترشوا بالدقيق حي ترافع الزبدة باش ما تداش تلاسق لكم وتبقى العجينة زوينا دابة غادي نديليها اربع دورة وغادي نطويو الجيها ليصريا من فوق و الجيها ليمنية تهيه من فوق نقعد جنيبات مزيان وغادي تاني نعاود تاني مرة اخرى نسرحها على الطول ديالها ونسرحها مزيان تترقاق لي شوية وغادي ندورها ربع دورة كانتوي جيها ليصريا كانحي الدقيق وكانتوي جيها ليمنية كان قاد جنيبات مزيان باش تجي العجينة ديالي كلها مقدم كل جيها صافي دابة غادي ندير ستة صبيعات يعني ساليت درت ستة دورات العجينة ديالي راها واجدة وباش تستعملوا هاد العجينة خليوها تاني على الاقل واحد ساعتين في تلاجة شحال ما بقات في تلاجة شحال ما كتجي زوينا انا كان وجدها ليلة قبل يعني انا وجدتها النهار قبل وخليتها باتت ليلة كلها في تلاجة صبحات زوينا وتورقات لي بزاف طياب جات زعمة وعرة كانصحكم انكم تجربوها ما صعباش كما قلتاني في الاول خسعي الواحد يزعم وبالتقنية الواحد يفهمها شوية وغادي تجي زعمة سهلة كانتمنى هاد الفيديو تكون عجباتكم ولا عجباتكم ما تنسوش دعموني باللايك بالباختار وبالابنمون للشان ديالي وكانقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة